السلام عليكم ومحبا بكم معنا أصدقائي المشاهدين في هذا الفيديو التي تتعلق بظاهرة الافتراث عند طائر السمان في هذا الفيديو اليوم أخصصت الظاهرة للإفتراث والضائرة للعدد من المربي طائر السمان التي تعانون منها بعض الأصدقاء أرسلوا مع بعض الصور التي تبينوا العنف أو الطريقة للإفتراث عند طائر السمان يعني التي تجلسوا في الضرب الرأس أو العين أو الأجنحة يعني وتستغلوا دائما الطائر الذي هو صغير في العمر أو ضعيف في وزن يعني هالطائر يقدر يضرب طائر أخر أو الناس التي تجعلوا الطربية الأرضية تبديها أرسلهم لبيض ويحتاجون لأن هذا شيء يهرسل يعني تكون عندهم النقص إما في الكالسيوم ونفشي مكوين غدائي تكون نقصهم يعني هنا أحد السلوك العدواني للطائر السمان لا يمكن أن نعالجه يعني هذا تكون خطأ عند المربي يعني المربي أحد السور دائما يمكنك أن تكون مربي ومثال السلوك العدواني للطائر والتقنية لكي يحفظ بها على القاطعه من هذه الظاهرة يمكنك أن تكون حتى الان المربي لأن إذا كان عندهم يعني إذا كان هذا الطائر يعني تبتت فيهم أو لا كل نهار ستلقى واحد طائر مات بسبب تهاون جل المربي يعني خسورت البال لهذه المسائل سنذكرون بعض المشاكل التي توقعون في هذه الظاهرة والطائر تكسب هذه السلبية والسلوك العنف تجاه بعض الطائر وهذه الظاهرة للإفتراز تكون غالباً عن الذكر سنذكر منهم بعض الأسباب التي تقدرون أن يكون هناك الظاهرة التي تكون هناك الظاهرة بالنسبة للذكر يعني إذا كان عدد الذكر كثير بالنسبة للعدد الإينات في المكان الذي مربي فيه يعني هذا الطائر يعني يجب أن يكون هناك الظاهرة يعني يحاول أن يتقاتل مع هذه الطائر لكي يتقلعهم لكي يبقوا لي هذه الظاهرة يعني هذه الطائر حالة أخرى بالنسبة للإينات التي تكون عندهم تسلوك يعني إذا كان طائر واحد الظاهرة مع بجموعة هذه الإينات يعني الله سبحانه وتعالى يعني تكون فيهم هذه الغريزة ديال تنقل ديال الغيرة يعني وتتلقى الإينات تتقاتلوا بيناتهم يعني بشكل واحدة تكسب الود ديال الغيرة يعني هنا المربي سورد لبلا لهذه المسائل وخاهية تدبان يعني لما كان محترف تتهون فالشي يعني تجي تلقى بعض الطائر اللي هما نفقين ما عرفش ما هو المشكل وكيف المشكل آخر بالنسبة للإيضاءة يعني ما يجب أن تكون شيء إيضاءة اللي هي قوية بزاف والساعة ديال الغيرة ما تخصهاش تفوت 18 ساعة وستدسويع ديال راحة ديالهم هي يعني ما الأفضل إلي كان عندك طيور سما اللي هو طيبيض يعني أمهات وذلك شيء يعني طيبيض حاول هذوك استدسويع تعطيهم اليوم بالنهار وتخلي اليوم الإضاءة بالليل باش يبدو يأكله باش يزودك بالبيض باش يتقطعش عندك البيض وكينا حاجة أخرى يعني المساحة في المرب العدد يعني تيقول لك مثلا كل مطر كاري يكون فيه واحد العدد محدود يعني ما سكش تفوته يعني إذا كان هذا الاكتظاد يضطر هذا الطائر الدبز مع الأخر وما تيرقى المساحة في نهارة يعني تيكون سيدسه يعني تيخلي يعني الصيغة الطائر اللي هو ضعيف تيحاول يحيدون من الطريق عليهم وكينا المشكلة الأخر هو الأكل يعني يخصص المربي يعطيهم أكل اللي هو متوازن يعني إذا كانت يربي طيور جل بيض يخصص لهم الأكل جل بيض كان جل بالنسبة للغرض الدبح يعني تيسمى يخصص لهم العلاف جل التسمين يعني مخطط ضائر جل الإفتراس إمتى تتبدأ لوقيتها فاش تيبدأ وعنا يعني من أربعين يوم تيبدأ عندنا الضائر جل الإفتراس يعني كين بعض الأصدقاء اللي يرسلوا لي الطاور بعض الطيور اللي نافقة بسبب هذا السلوك العدواني عن طائر السمان وكين حاجة أخرى يعني التهوية يعني يوفر لهم التهوية تكون جيدة والنظافة يعني ما يكونش يعني يخلي ذاك الأزبال ولا ذاك الشي تتبدأ عند ذاك الرائحة دي الأمونيا وهذا يعني تحاول تنطف لهم باستمرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر